اشتركوا في القناة انتقل الى عين المكان عميد الشرطة رئيس الدائرة الذي كان يتولى المداومة يومها كان معه طاقم من المساعدين في جملتهم المكلف بمسرح الجريمة كان القتيل واسمه الهاشم المراق البالغ من العمر خمسة وخمسين عاما ملقا على الفراش الوحيد في تلك الشقة افضت المعاينة الى انه تلقى طعنة قاتلة بادات حادة في الظهر لاحقا اكد الطبيب الشرعي ان الرجل قتل من جراء تلك الطعنة كما اثبت انه قبل ان يقتل مارس علاقة جنسية شاذة على الارجح المعاينة التي قام بها عميد الشرطة والفريق الذي كان معه اكدت ان القاتل او القتل قاموا بتفتيش الشقة وانهم قبل ان يبرحوها استولوا على اشياء تخص الضحية عثر في الشقة ايضا على بصمات عدا بصمات القتيل كانت احداها واضحة تماما وسرعان ما تبين انها للمدعو عزيز لمشوط وهو من مواليد شيشاوة في الخامس من اكتوبر من العام سبعة وثمانين تسعمائة والف كما تم اكتشاف بصمات اخرى لم يتم التعرف على هوية صاحبها المعلومات التي حصل عليها عميد الشرطة رئيس الدائرة من حارس العمارة افادت بان الضحية كان قد تعود على استئجار تلك الشقة المفروشة وانه كان يأتيها على متن سيارة فاخرة يومها لم يعثر على اثر لتلك السيارة اسند البحث في هذه القضية الى العميد الممتاز رشيد العوام رئيس الفرقة الجنائية الاولى كان يتعين العثور على عزيز لمشوط وقد مكانت التحريات الاولية من معرفة انه من الشواذ وانه كان يقتنص زبائنه في جليز طرق العميد العوام باب منزل القتيل الهشم المراق لم تكن سيارته في المنزل كما ان زوجته حين سألها العميد بدت وكأنها تتحاشى الخوض في تلك الميول الجنسية الشاذة التي كانت لدى زوجها تفهم العميد تهربها كانت المرأة لا تريد مزاوجة الموت بفضيحة اخلاقية لم يعثر على اثر لعزيز لمشوط في مراكش وتم تعميم مذكرة بحث على الصعيد الوطني مع الاشارة الى اختفاء سيارة الضحية كان ما يهم العميد العوام وفريقه ان يتم القبض في اسرع وقت على المشبه فيه علم العميد من زوجة الهالك انه كان عشية اكتشاف جثته يحمل معه مبلغا ماليا مهما لانه كان على موعد مع احدهم لشراء زربية قديمة علم منها العميد ان زوجها كان رجلا مهوسا بشراء التحف والاشياء ذات القيمة الاثرية لم تكن تعلم اسم الشخص الذي كان على موعد معه لما زار الباحثون منزل عائلة عزيز لمشوط ابلغتهم والدته بانه لم يعد الى البيت منذ ثلاثة ايام وانها تعودت على تغيبه من حين لاخر لبضعة ايام اعترفت ان لابنها سوابق في قضايا اخلاق صدر الامر من المديرية العامة للامن الوطني باقامة حواجز امنية في كل المدن بحثا عن المدعو عزيز لمشوط تم تعميم صورته على كل المصالح كما تمت الاشارة الى احتمال ان يكون متنقلا على متن سيارة فاخرة تم ذكر نوعها ورقم لوحاتها المعدنية بعد اربع وعشرين ساعة من اكتشاف جثة الهشم المراق كانت مصالح الدرك الملكي تقيم حاجزا على بعد عشر كيلو مترات من مدخل مدينة السطات وبينما كانت الفرقة القائمة على الحاجز تقوم بمهامها لاحظ احد اعضائها ان سيارة توقفت على بعد خمسين مترا من الحاجز ونزل منها شخصان ما لبث ان اختفيا ابلغ رئيس الفرقة القائمة على الحاجز قيادة الدرك في المنطقة بوجود تلك السيارة التي صارت تثير الشبهة توجه اليها وما لبث ان اكتشف ان الامر يتعلق بسيارة الهاشم المراق تلك المبحوث عنها تم نقل السيارة الى مركز الدرك في سطات ابلغت السلطات الامنية في مراكش بالامر وقد انتقل الى سطات فريق من مسرح الجريمة من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش لفحص نقلها الى مراكش لم يعثر عناصر فريق مسرح الجريمة على ما يشير الى ان الظنين عزيز لمشوط كان على متن تلك السيارة ولما تم تسليمها الى الذي سيتولى قيادتها ابدى رئيس فريق مسرح الجريمة الرغبة في التوقف في المكان الذي اكتشفت فيه السيارة على امل ان يحظى بدليل يتيح تقدم التحريات توقفت السيارة حيث تم اكتشافها وقد لاحظ رئيس فريق مسرح الجريمة وجود اثر يبدو كاثر نبش على جانب الطريق امر بالحفر وكانت المفاجأة فقد اكتشفت علبة من الورق المقوى وبداخلها قطعتان صفيحيتان صبغتا باللون الابيض كان في جملة ما عثر عليها صباغة وفرشة بدى ان الصفيحتين المعدنيتين وعدتا لتتخذ لوحتي تسجيل لسيارة كانت على احدى اللوحتين بصمة رسمت بوضوه حمل ما عثر عليه الى مراكش وسريعا اتضح ان البصمة لعزيز المشوط المبحث عنه كانت البصمة دليلا قاطعا على ان عزيز كان على متن السيارة سيارة القتيل مر ما يقرب من ثلاثة اسابيع لم يظهر اثر لعزيز المشوط في العاشر من اكتوبر من العام سبعة والفين قامت السلطات الامنية بولاية الدار البيضاء بحملة تطهيرية تركزت على شاطئ عين الذياب واستهدفت المشتبه في تعاطيهم للدعارة من الاناث والذكور على حد سوى كان في جملة من امسكت بهم فرقة الاخلاق شابان كان احدهما في العشرين وبرفقته قاصر في الخامس عشرة في مقر مفوضية نطقت قاعدة البيانات باسم عزيز لمشوط عندما عردت على الحاسوب بصمات الشاب ذي العشرين عاما الطفل الذي كان برفقته لم يكن معروفا لدى المصالح الامنية وقال انه يسمى حماد المعتز وان عمره خمسة عشر عاما تبين للشرطة ان الذي امسكت به تلك الليلة مبحوث عنه للاشتباه في تورطه في جريمة قتل قبل استنطاقه تم الاستماع الى الطفل حماد الذي ما لبث ان انفجر باكيا كان يقول انه لم يقتل الرجل وان عزيز هو الذي قتله ابلغت مصالح الامن في مراكش بالقبض على عزيز لمشوط دون منتظار انتقل العميد الممتاز رشيد العوام الى الدار البيضاء ابتدأ بالاستماع الى اليافع علم منه ان عزيز معروف في اوساط الشواف بمراكش باسم عزيز الزعر وانه كان برفقته ذات مساء في جليز يتصيدان الزبائن قال ان عزيز ابلغه ان احد الاثرياء يبحث عن غلام في مثل عمره وانه يريد ان ينصب له فخ لابتزازه وعده بانه سيتقاسم معه المال الذي سيحصل عليه من الثري حكى الفتى للعميد العوام انه صادف في تلك الليلة الرجل الثري ركب معه سيارته وكان عزيز قد اوصاه بان يترك باب الشقة مواربا يحكي الفتى وهو لا يفتأ يؤكد براءته من دم الرجل ان عزيز تسلل الى الشقة فباغتهما سدد طعنة بسكين كبيرة الى ظهر الرجل الذي فقد كل قدرة على الحركة قال حماد ان المنظر كان مرعبا فتش عزيز الشقة ثم معطف الضحية كان في جيبه مبلغ مالي محترم سلمه منه عشرة الاف درهم ليلتها يحكي الغلام ظل يجوبان شوارع مراكش بتلك السيارة الفخمة ثم قرر الرحيل توقف عند ذلك الحاجز الذي كانت تقيمه مصالح الدرك الملكي على مشارف سطات كانت وافية المعلومات التي ادلى بها حماد ذو الخمسة عشر عاما ولما باشر العميد الممتاز رشيد العوام الاستماع الى عزيز المشوط اصر على انكار كل صلة له بمقتل الهاشم المراق ولما تمت مواجهته ببصماته تلك التي عثر عليها في تلك الشقة المفروشة حيث وقعت جريمة القتل وتلك التي عثر عليها فوق تلك القطع الصفيحية التي دفنت مكان توقف السيارة غير بعيد عن حاجز الدرك لم يبق امامه من منفذ سوى يريد قتل الهاشم ولكنه كان يريد ان يلقنه درسا كشف للمحققين انه كان على علاقة شاذة بالرجل منذ عدة سنوات وانه ذات مرة اخذ مفاتيح سيارته وقادها بمفرده في مراكش ضبطته دورية للشرطة لم تكن له رخصة للسياقة قال ان الهاشم تنكر له واصر على تقديم بلاغ ضده يتهمه بسرقة السيارة قال انه امضى شهرين في السجن بينما كان بامكان الهاشم ان يتراجع عن شكايته ويتنازل عن متابعته كانت عملية انتقام تم تقديم المتهمين الى النيابة العامة توبع عزيز لمشوط من اجل القتل والسرقة بينما عرض القاسم حماد على قاضي التحقيق المكلف بالاحداف الذي قرر وضعه في مؤسسة اصلاحية اشتركوا في القناة شكرا